أهلا بكم عزيزي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامج 10-40 حلقة النهاردة عنوانها عدم المعرفة أو احتكار المعرفة اللي اتنين وجهين لنفس العملة والنهاردة حلقة في الحقيقة مهمة قوي لأنه هنكون بنعالج كتير من الأضايا اللي بتحصل حوالينا الجزء الأولاني من الحلقة هيكون مخصص علشان خاطر نعرف أكتر على بعض الأحداث المهمة نعمل highlight على بعض الحاجات اللي أعتقد أنها هتكون مؤثرة جداً مش بس في موقف ولكن في حياة شعوب وأمم كثيرة هنتكلم النهاردة على ما يحدث في فرنسا من جهة الإرهاب الإسلامي هنتكلم كمان عن ما يحدث في الانتخابات الأمريكية وتأثيرها فيما بعد على ما سيحدث في الشرق الأوسط وهنعدي في الحالة دي على الكلام بتاع الرئيس ترامب عن أسيوبيا وسد النهضة وتفجير سد النهضة لو احتاج الأمر هنكون بنتكلم على بعض الحاجات اللي هي علاقة بمصادر الطاقة وبعد كده هنتنقل على شيء يمكن يكون مرتبط شوية بما يحدث الآن في الانتخابات الأمريكية وهو التأثير المزهل اللي ممكن تعمله الميديا وممكن تعمله قنوات التواصل الاجتماعي في التأثير على مش بس الأمريكين إلكشنز أو الانتخابات الأمريكية ولكن التأثير اللي ممكن تعمله بصورة عامة يمكن بنتخذ مما يحدث فيه الانتخابات الأمريكية حاجات استرشادية لكن في الحقيقة هنكون النهاردة بنتكلم أكتر على الدور دوت لأن الدور المتنامي دوت فعليا ليه علاقة كبيرة جدا بأحداث آخر الأيام وظهور ضد المسيح وإزاي إنه الانفجار المعرفي اللي موجود النهاردة إزاي إنه ممكن يكون بيستغل ممكن يكون بيهدف ممكن يكون بيتحط في الأوالب اللي ممكن تكون بتغير فكر الناس فالنهاردة ده حاجة شاملة عن الحاجات اللي هنكون بنتكلم عنها النهاردة الحاجة الأولانية اللي عايز بتدي أتكلم فيها النهاردة هو ما يحدث في فرنسا الإسبوع اللي فات حصل إنه فيه طالب من خلفية شيشانية يعني هو مولود في فرنسا والأسرة بتاعته هجرت إلى فرنسا ولكن هم من الشيشان والشيشان بلد مسلمة موجودة في روسيا وبتطالب باستقلالها عشان خاطر تكون دولة إسلامية وهناك كثير من الأمور اللي بتحصل في الشيشان اللي لقينا إن كتير منهم أيضا كانوا بيخرجوا ويهجروا سواء من الشيشان نفسها أو من البلاد اللي هجروا إليها في أوروبا علشان خاطر أي اضطهاد يكون حصل عليهم في روسيا إنه من كتير من الناس دولة انضموا إلى داعش وكان منهم ناس في سن صغير وناس يمكن لسه ما وصلوش لباع كبير في الحياة وفهمها ولكن هؤلاء الناس تم اللعب في عقلهم وراحوا إلى سوريا وإلى العراق علشان خاطر ينضموا للدولة الإسلامية المنظمة في ذلك الوقت ولكن اللي حصل فعليا إنه كتير من دولة يا إما قدروا يرجعوا تاني إلى أوروبا لأنهما بيحملوا الجنسيات بتاعة البلاد ديت أو أصلا ما كانش معروف إنهما مشيوا فبالتالي لما رجعوا ما كانش بيحصل أي نوع من التحفظ عليهم أو العنين أو المخابرات كانت بتحاول إنها ترأيبهم وعارفين القصة لما واحد مدرس من مدرسي التاريخ في أحد المدن الفرنسية طلب من لو في أي حد من الناس يعني طلب المسلمين الموجودين في الفصل بتاعه إنه يمكن يعرف بعض الحاجات اللي بتتكلم على الدفاع عن الحرية حرية الرأي حرية التعبير وما إلى ذلك وأنظر التلاميذ بتوعه إنه لو في أي حد هيبقى حاسس إنه دي حاجة ممكن تأذي مشاعره إنه ما يحضرش أو يستأذن ما يكونش موجود فيه الوقت بتاع الفصل دوت فالراجل يعني قدم الحل دوت وكان الهدف منه مش الكلام عن الكاريكاتير الموسيق لرسول الإسلام ولكن عن فكرة التعبير عن الحرية فالموضوع كان أكبر من موضوع إنه مخصص لإذا مشاعر أي حد ولكن الجورنيال بتاع تشارل إبدو لما عمل الحاجات دي وإحنا متذكرين جدا ما حدث وحوادث القتل اللي تمت بناء على ذلك وفرنسا اتعرضت لموجة كبيرة جدا من الإرهاب الإسلامي في ذلك الوقت وكلنا يعني متذكرين كده المهم يعني الخلاصة إنه تاني يوم راح هذا الشاب ومش بس قطع راس الراجل دوت ولكن طبعا زي ما احنا عارفين عن الموضوع مش مجرد كان قتل ولكن كان أيضا تمثيل بجثة هذا الإنسان وقطع رأبة بتاعته بالضبط بنفس الطريقة اللي شفنا داعش بيتعامل فيها مع الرهائن بتوعه وكان طبعا صورة في فكر كل واحد مننا من المتكلمين بالعربية وبالذات الأقباط ما حدث لي الـ 21 قبطي شهداء ليبيا في هذا الأمر طبعا الأمر كان شوق كبير جدا لفرنسا لأنه بالتأكيد فرنسا بلد من ضمن الدعائم الأساسية لها الديمقراطية والحرية احنا عارفين أن أوروبا في القرون الوسطى بدأت فيها تتعالى الأصوات ضد السلطان الكنسي الفاسد في ذلك الوقت واللي كان يعني محاكم التفتيش وحاجات كتيرة جدا من اللي كانت بتحصل وبتحاول أن هي تعمل نوع من الضغط والاحتكار المعرفي في ذلك الوقت لرجال الكهنوت في الكنيسة الكاثوليكية فرنسا كانت أحد البلاد الكبيرة جدا اللي فيه التاريخ دوت وفيه الفلسفة وفيه علم الرينيسانس واللي حصل فيه ما سمي بعصور التنوير في القرون الوسطى فرنسا كانت يعني ليها باع كبير في الموضوع دوت وبالتالي البلد نفسها النهاردة بتتحرك وجزء من استمراريتها هو النظام بتاعها القائم على التعبير عن حرية الرأي مهما كان دوت فيه نظر بعض الناس جيد أو سيء أو غيره ولكن زي ما بقول الموضوع دوت بالنسبة للفرنسيين موضوع زي الأكل والشرب بالذات وهي الحرية والحرية بتاعت التعبير هنا أنا مش عايز أنائش موضوع الرسوم المسيئة للرسول الإسلام مش دي القضية خالصة والقضية هي أنه إزاي ده عمل هزة كبيرة جدا في المجتمع الفرنسي وبالذات الطريقة اللي تم بيها التعبير عن هذا وطبعا ده أثار حفيزة الرئيس الفرنسي وأعتقد أنه هو تعامل مع الموضوع بصورة معبرة عن ضمير ما يحدث في الشعب الفرنسي لأنه فرنسا فيها 8 مليون مسلم فرنسا فيها أعداد ضخمة جدا من أحباء اللي جايين من المغرب العربي أو سواء من تركيا من بلاد إسلامية كتير موجودين في فرنسا 8 مليون يمكن الجيل الأول من المهاجرين كانوا ناس إلى حد كبير رايحين لبلد جديدة وبيكتشفوها يهمهم أنهم يقدروا يشتغلوا يهمهم أنهم يقدروا يكونوا مستقبلهم ولكن بعد كده الأجيال الثانية والثالثة وغيره الناس دولة تتولدوا في فرنسا لهم كل الحقوق بتاعة الفرنسيين وأيضا ليهم الإمكانية أنهم يستخدموا الحرية دي بصورة أو بأخرى وكثير منهم في الحقيقة زي ما حصل في كثير من البلاد الأوروبية أنهم تقوقعوا على بعض يعني لموا نفسهم وعملوا أماكن وممكن يكونوا راحوا واشتروا بيوت وتمركزوا في أماكن معينة أو بؤر البؤر السكانية ديت أغلب الناس فيها بيكلموا مش بس اللغة الفرنسية ولكن اللغة كمان بتاعتهم اللغة العربية أو يدينوا بالإسلام وليهم كتير من العادات والتقاليد اللي حفظوا عليها وجم من بلادهم واللي طلع الجيل الثاني دوت بيحمل الاتنين مع بعض بيحمل الخلفية بتاعته وبيحمل كمان بيختبروه وبيجربوه في المدارس وفي الاحتكاك بالمجتمع الأوروبي وبقوا أقدر على أنهما ينسجموا أكتر معاه دون أن يزوبوا كاملا ولكن ليهم كتير من الأصول الإسلامية اللي بتفرض عليهم وعلى البعض منهم الأفكار المتطرفة اللي ليها علاقة بالجهاد وليها علاقة بالدولة الإسلامية والخلافة وغيره فبالتالي اللي حصل فعليا أنه يعني الحكاية ديت بدأت النهاردة تبقى ظاهرة وظاهرة مش قليلة فبالتالي لتكرار الأمر دوت فخلى يعني الرئيس ماكرون وهو بيتكلم يتكلم عن أنه الإسلام فيه أزمة ويا دوبك قالك كلمتين دولت وبدأ يحصل بعض التغيير ومحاولة يعني أنه نشوف فين التطرف ده موجود ورايح بدأ فعليا تحصل حاجات كتيرة جدا في الشرق الأوسط ردود أفعال جمدة جدا خلينا نشوف تقرير بيقول لنا عن الظروف اللي حصلت ديت دوت يرسم لنا المناخ لما يحدث الآن في فرنسا وكمان يساعدنا أن نشوف ما حدث اليوم من أمور أخرى في ميس وفي ليون وفي أجزاء مختلفة من فرنسا من حوادث قتل وإرهاب إسلامي خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع مع بعض نتكلم عن هذا الأمر الخطر الذي يواجه الجمهورية الفرنسية له اسم واضح هو الإسلاموية السياسية بهذه الكلمات تحدث الناطق باسم الحكومة الفرنسية بعد اجتماع للوزراء في قصر الإليزي معلنا حل جمعية مقربة من حركة حماس وإغلاق مسجد وترحيل متطرفين على أن يتم اتخاذ خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة قررنا حل جماعة الشيخ ياسين بالنظر لعلاقتها باعتداء يوم الجمعة الماضي ولأنها ترتكز على إدولوجية معادية لقيم الجمهورية وتنشر الكراهية قررنا أيضا غلق مسجد بانتان خلال هذا الاسم ورش وطرد متشددين مقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا مؤسسة الشيخ ياسين أنشأها عام 2004 عبد الحكيم الصفريوي وهو شخص موقوف حاليا مع والد إحدى طالبات المدرس الضحية فالرجلان نشرا عدة مقاطع فيديو عبر الانترنت تهاجم عرض المدرس في حصة تناقش حرية التعبير رسوما كاريكاتورية مسيئة للإسلام سبق أن نشرتها صحيفة شارلي إبدو التحقيق أظهر تأثيرا مباشرا بينما نشره على الإنترنت كل من عبد الحكيم صفريوي ووالد الطالبات وبين الجريمة إذ تمت الإشارة للمدرس بالإسم ما جعل منه هدفا للانتقام الحكومة الفرنسية أكدت أنها سترحل عشرات المتطرفين الأجانب وستعلن في الأسابيع المقبلة إغلاق جمعيات إسلامية يتردد أنها ستشمل التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وكذلك جمعيات بركس زي ما حضرتكم شايفين ده اللي قامت بفرنسا في عجالة ولكن ده أقام الدنيا ما قعدهاش وشفنا ردود أفعال كتيرة جدا في العالم الإسلامي سواء من ناحية مظاهرات كبيرة جدا موجودة في بعض البلاد الأسيوية زي أندونيسيا وباكستان أو بنلاقي فيه دعوات للمقاطعة من البلاد العربية للمنتجات الفرنسية أمور كتيرة قوي بدأت تحصل وأصوات كتيرة بدأت أن هي تعلو لكن النقطة يمكن اللي عايز أركز عليها النهاردة هو أنه اتعمل فتوى أو عدة فتاوي الفتاوي ديت ذكرت هذا الشخص بالاسم حلت دمه وبعض من المناطق اللي كان لها تأثير كبير في الموضوع ده بعض الجمعيات اللي بتقول أن هي موجودة كجمعيات غير رابحة أو زي non-profit organizations موجودة في فرنسا هدفها هي مقاومة اللي بيسمى بالإسلاموفوبيا أو محاولة تخويف الناس من الإسلام ومن خلال بعض المساجد من خلال الجمعيات ديت الفتوى دي أعطيت وبالتالي تم القتل فبناء على هذا الطالب اللي عنده 17 سنة من الشيشان اللي فعليا تعمله غسيل مخ الفتوى دي بتعني أنه الشخص اللي هيقوم ويعمل كده هو بيعمل حاجة مع الجهاد الإسلامي وبالتالي الشخص دوت يعني حتى لو مات شهيد هيكون مؤكد أنه هو ضامن الجنة بما فيها من حور عين ومن جنات تجري من تحتها الأنهار وأولاد مخلدين وغيره 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 المهمة هو الفكرة بتاعت أنه إزاي أنه المعرفة الموجهة قدرت أن هي تغير فكر هذا الطالب الطالب ده اتولد في فرنسا مفروض أن دي لغته الأولى حتى لو كان بيكلم لغة تانية أو سمعها في البيت أو بيعرفها أو بيفهمها أو غيره واضح أنه احتكاكه بالمجتمع الفرنسي بلا شك احتكاك ضخم وكبير ده ما هواش حد مثلا راح مهاجر فبالتالي قضى جزء كبير من حياته وبالتالي ثقافته متأثرة بأفكار معينة لكن هنا ده بيورينا أنه إزاي أنه لما بتتوجه المعرفة تقدر فعليا أن هي تغير وجهة النظر بتاع أي حد تاني المهم الموضوع ده طبعا زي ما قلت أثار جدل كبير جدا في تركيا نحن عارفين طبعا أنه رجب أردغان يعني عنده مشكلة كبيرة جدا مع فرنسا بالذات لأنه في القضية بتاعة شرق المتوسط وهو بيبعت السفن بتاعته ولا زال يعني ضرب بعرض الحائط كل قرارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي للأسف يعني شبه مهمش على الساحة الدولية من ناحية قدرته على أنه يعمل أي حاجة غير الشجب أو غير الإدانة أو كده زي الجامعة العربية كده بالضبط يعني فالاتحاد الأوروبي النهاردة ما قدرش في الحقيقة أنه يعني يكز عن أسنانه وأنه هو يعمل أي حاجة ذات تأثير فعلي في أن تركيا تبتدي تنسحب من شرق المتوسط لكن فرنسا كانت يمكن البلد اللي تعدت مجال القول وكانت بعتت فرقطات لليونان والأبرص وعملت معاهم منورات وعملت حاجة محسوسة بتقول أنه إحنا هنكون بندافع عن اليونان وعن أبرص أو يعني الكلام تعدى موضوع الإدانة والشاجب فقط فبالتالي فرنسا يعني فوكال قوي وكمان بتقدم دعم لوجستي وبالتالي تركيا وأردوغان بيكرهوها جدا الحاجة الثانية أنه أردوغان لابد أنه يستغل أي فرصة علشان يؤكد أنه هو المتحدث باسم المسلمين في العالم المتحدث باسم الدفاع عن مقدرات الإسلام في العالم لأن دي حاجة من الحاجات اللي في ذهنه بتؤهله أنه هو يكون في المكانة اللي يبقى فيها السلطان العثماني الجديد وزعيم الجمهورية الإسلامية أو الخلافة الإسلامية بأي طريقة على مستوى العالم فبالتالي يعني طلع في حديث وقال أنه ماكرون ده مجنون بعد كده قال أنه هيعمل كل حاجة في استطاعته علشان خاطر ماكرون يخسر الانتخابات الفرنسية القادمة بكل طريقة ممكنة علشان خاطر يعني يزيح هذا الإنسان المهم ده مش مجرد أنه هو تدخل بس فيه الشؤون الداخلية لأي بلد تانية ولكن بيبين العربدة التركية الموجودة لعدم الاستجابة لكل الضغوط الأوروبية اللي عليها لأنه هي مسكة سلاح التهديد أنه نغرق أوروبا أكثر وأكثر بكم هائل من اللاجئين طبعا فرنسا اللي عندها 38 مليون مسلم يعني مش في احتمال أن هي ممكن تخش فيه معركة زي كده ولاجئين وأضايا وحقوق إنسان وغيره وغيره فلو فتح الحنفية دي هيغرق أوروبا وبالتأكيد ده شيء عامل نوع من التخوف الشديد جدا في أوروبا من تركيا واستدعو السفير التركي والمهم يعني الموضوع كله كبر بصورة ضخمة للغاية ونجد أنه صباح اليوم صحية فرنسا على مقتل وذبح ثلاث أشخاص فيه كنيسة في نيس وإحنا عارفين طبعا أن نيس قبل كده وهي ميناء من الموانئ الجميلة جدا على البحر المتوسط إزاي اتعرضت قبل كده لحوادث دهس كبيرة جدا ومقتل والناس ودبحه وغيره وغيره يعني نيس لها تاريخ وباع كبير قوي في التعرض لهذا الإرهاب الإسلامي وبالذات أنه يحصل فيه كنيسة نوتردام اللي موجودة فيه نيس مش نوتردام اللي هي يعني أصابها الحريق من السنة اللي فاتت فإن ده يحصل طبعا كان امتداد كبير جدا للي حصل قبل كده كمان بعض الأماكن الأخرى فيه بلد اسمها أفينيون واحد هاجم بالسكين أفراد من الجيش والشرطة الفرنسية أتلته فيه كمان حد تاني في بلد اسمها ساتروبيل كان رايحين حد رايح برضو علشان خاطر يعمل كده ويعمل نفس الشيء قصة كنيسة تانية أبضوا على واحد أفغاني معه سكينة بيحاول أنه هو يخش الترام في فرنسا برضو علشان خاطر يعمل كل ده متناسق مع بعضه يعني طبعا حاطت فرنسا في وضع في منتهى الصعوبة خلينا نشوف رد فعل الرئيس الفرنسي على هذا الأمر ونرجع نكمل حدثنا عن هذا الموضوع في عجالة ويعني نشوف بعض النقط اللي في رأيي أنا هايلايتس مهمة جدا لأنها تساعدنا أن احنا نفهم ممكن يكون إيه تطور الأحداث فيما بعد في ما يحدث في أوروبا مرة أخرى طبعا دولتنا ضربت بهجوم إرهابي إسلاموي مرة أخرى في هذا الصباح كان هناك ثلاثة من مواطنين الذين سقطوا ضحايا في نيس في هذه الكنيسة نوتردام في نيس من الواضح جدا بأن فرنسا هي التي هجمت في نفس الوقت والذي كان لدينا طبعا موقع أو قنصولية فرنسية هجمت في المملكة العربية السعودية في جدة وفي الوقت ذاته أيضا كان هناك اعتقالات في أرضنا أود أن أقول هنا لأنه قبل كل شيء دعم الوطن كله الأمة كلها للكاثوليكيين لفرنسا وخارج فرنسا بعد مقتل الأب آمد في 2016 الكاثوليك يهاجمون مرة أخرى في وطننا ويهددون وقبل أحداث طبعا عيد جميع القديسين الأمة كلها تقف إلى جانبكم وستقف حتى يستمر دينكم في أن يمارس بحرية في بلدنا لأن بلدنا هذه هي مبادئنا بأن الجميع يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن ولكن الأديان كلها تحترم وتمارس إذن اليوم الأمة كلها تقف إلى جانب مواطنين رب الفعل ده الحقيقة بيحمل نقاط غاية في الأهمية نمر واحد أنه لو فاكرين أيام أوباما وهنا هربط الموضوع شوية بالانتخابات الأمريكية أوباما منع أي حد لمدة 8 سنين من الإدارة بتاعته أنه يصف أي إرهاب بيحصل باسم الدين الإسلامي بأنه إرهاب إسلامي أو يعني إسلامي النهاردة وفرنسا على فكرة كانت برضو من الدول اللي بتتبنى هذا الموضوع وبالتالي يعني مش عايزين نلصق كلمة الإرهاب بأي حاجة زي كده في الحقيقة في الكلام اللي حصل بدءا من الإسبوع اللي فات بعد مقتل المدرس دوت أنه لا بدأ الكلام يتكلم عن الإرهاب الإسلامي الإرهاب الإسلامي طبعا لما جي ترامب في أمريكا كان بمنتهى السهولة هو أو ناس من الكابنت سيبتوعه ناس من الإدارة بتاعته بيتكلموا بوضوح عن الإرهاب الإسلامي لأنه لا يمكن وصفه بأي صورة تانية لأنه بيحصل من مسلمين وكمان بيحصل لأجل نصرة الإسلام في نظرهم فبالتالي يعني نسميه زي ما هم بيسموه يعني هم نفسهم بيقولوا كده إحنا يعني في فيديوهات كتير قوي بهم بيقولوا فيها آه إحنا قصدنا أن إحنا نرهب لأن ده الأمر اللي إحنا واخدينه في القرآن أنه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لترهبون به عدو الله وعدوكم فأنتوا ترهبون فلانت لما بتسميني كده بالنسبة لي دي حاجة أنا بفتخر بيها فالنهاردة لقينا ماكرون بدءا من الأسبوع اللي فات بدأ يتكلم بوضوح عن هذا الأمر كمان بدأ يقول أنه دوت إرهاب ضد فرنسا وضد الكاثوليك إحنا عارفين أن فرنسا بلد سيكيولر قوي يعني بلد ما تقدرش تقوله أبدا أن هي بلد بتعتنق دين معين من أكتر البلاد في أوروبا اللي الكنائس فيها فقيرة جدا من عدد الناس اللي بيحضروا ما بين 2 لـ 5% من عدد السكان بس هم اللي بيعتبروا نفسهم مسيحيين وغيره لكن طبعا بقى فيه تطور في الكلام النهاردة أنه أقحم كمان أنه النهاردة بقوا إسلام سياسي أو إرهاب إسلامي ضد الكاثوليك برضو نقط يعني بدأت تطفو على السطح النقط دي مش معتادة أن هي تكون موجودة في الأحاديث بالذات أن الناس دولت بتوع سياسة وبتوع ديبلوماسية ومفروض لما بيعبروا عن حاجة هم مش بيقصلوا أو بيبروزوا حاجة معينة ممكن تكون يعني تتقال بهذا الشكل فدي برضو ملاحظة تانية مهمة جدا الحاجة كمان أنه أوروبا النهاردة مش قادرة أنها تقف قصاد تركيا رغم أن تركيا بصورة واضحة بتقول إحنا متجهين بصورة سريعة إلى أن إحنا المكان الآمن للإخوان المسلمين إحنا التوجه العام عندنا هو لنصرة الإسلام وغيره وغيره فيه تراجع كبير جدا عن العلمانية بتاعت الدولة كما أسسها أتا تركيا سنة 1923 المهم يعني النهاردة إحنا قدام أنه في بلد النهاردة بتقول أنا زي بقدم نفسي على أننا حامية الإسلام وفي نفس الوقت أوروبا مش قادرة تقف أصادها يمكن في حلقات سابقة في بداية عشر أربعين من أربع سنين وشوية جبت لحضراتكم حاجات كتيرة جدا عن النمو السكاني المزهل للمسلمين في أوروبا تراجع التركيبة السكانية عن الأصول الأوروبية بتاعتها وأنه شوية بشوية كل الناس اللي يجوموا وتولدوا هناك وأصبحهم فرنسيين وألمان وإنجليز وغير وغيره النهاردة بيمثلوا كتلة حارجة جدا سواء بالنسبة للانتخابات بالنسبة للتشريع بالنسبة لوجودهم في أماكن حساسة وكده ودي حاجة محدش يقدر ينكره عليهم أو يمنحهم لكن فعليا عارفين التعبير الحضر العفري تم عارفش يصرفه يعني تعبير شعبي هو بالضبط نفس الشيء هو فعليا رب أسد وبعد كده الأسد دوت بدأ يلتهم البلد نفسها دوت الشعور اللي عندي كثير من الناس الموجودين في فرنسا الشعور ده بدأ يتنامى في أوروبا بس المشكلة هنا أنه غالبا ده تعدى الإمكانية ليه أنه يتحجم يتعدى الإمكانية أنه يمكن السيطرة عليه ليه؟ لأنه حاجات كتيرة جدا ممكن تتعامل بإسم الحرية أنا النهاردة أتحت مناخ لأن أنا بلد بأؤمن بالحرية والمناخ دوت أدى الفرصة أنه ناس تبتدي تتعامل مع الموضوع دوت وتستخدمه وتوجهه لأجل الاختيارات بتاعتهم اللي أنا عايز أقوله النهاردة أنه لما نجي ننقل على الانتخابات الأمريكية وناخد صورة يا ترى التوجه اللي كانت أوروبا ماشية فيه بصورة واضحة واللي انتهجوا أوباما لأسباب كتيرة جدا منها قد إيه أنه كان فيه اختراق للإخوان المسلمين لمنظومة بتاعة أوباما في الحكم بصورة كبيرة جدا وأمور كتيرة أخرى لأنه أمريكا كمان كانت يعني عايز أقول ما عندهاش أي إمكانية أنه استخدام الطاقة عندها غير أنه هو يكون تحت تصرف البلاد الأخرى اللي هي كانت بتاخد منهم الطاقة ديته البترول وكثير منهم سواء كان البلاد العربية بتاعت الخليج أو فيما بعد إيران لما حصل الصلح مع الإيرانيين وكده وإدالهم أوباما 150 بليون الحاجات دي كلها ممكن رغم أنه أوروبا بدأت تنتبه لخطورتها ولكن شفنا على الناحية التانية إزاي أن بايدن ناوي يرجع علشان خاطر يوطد ويعني هيعمل نوع من الترسيخ للسياسة دي هيعمل نوع من التأكيد على الرجوع إلى نفس الأمر دوت وشفنا بعض الفيديوهات اللي فيها بيتكلم على أنه هو يتمنى أن الشريعة الإسلامية تبقى بتتدرس في المدارس رغم أن ده ممنوع على المسيحيين يعني حتى في المدارس العادية بس هو بيتمنى أنها تحصل لغيرهم رغم أن دوت حاجة يعني بيتكلم وحتى في الكلمة بتاعته لما تكلم وقال أنه هو من أول يوم ليه في الوايت هاوس أنه هيكون بيعطي فرصة أكبر للتوجه الإسلامي أنه هو يكون مؤثر وواضح هيشيل أي منع للسفر من البلاد اللي حطها ترامب وأيدته فيها على فكرة المحكمة العليا في أنه يعمل بان أو منع لبعض البلاد اللي ممكن يكون فيها توجه يعني إرهابي أنه هما يجوا للولايات المتحدة إلا بعد فحص شديد جدا المهم كل الحاجات دي قابلة للتغيير ويمكن أمريكا لو ربنا سمح أنه بايدن يكون بيفوز في الانتخابات الأمريكية اللي هي على بعد خمس أيام من هذه الحلقة ويمكن في إعادات الأسبوع القادم يمكن يكون كمان ظهرت النتيجة ديت لسه مش عارفين المهم اللي عايزة أقوله أنه ما قد بدأت أوروبا تنتبه إليه بعد فوات الأوان قد يكون هو الآتي على أمريكا لو كثير من حضراتكم اللي ما انتخبش لسه في ولايات مختلفة وممكن يكون عدم الانتخاب اللي حضرتك عملته أو انتخابك أيا كان قد يؤثر أنه ديت تكون النتيجة الفعلية اللي ممكن تكون بتأتي على أمريكا في الوقت القادم لكن خلونا نشوف قد إيه أنه التنامي دوت بدأ النهاردة يكون خارج عن السيطرة وهنا أنا لا أتكلم على الإطلاق على موضوع الرسوم الموسيقى والعدمها أو غيره القضية مش قضية كده نحن نتكلم النهاردة أنه فيه كيان فيه نسيج سواء سكاني أو ثقافي النهاردة بدأ أن يكون ليه تأثير وبصمات واضحة جدا على أوروبا بطريقة في رأيي أنا أنه الفلاط جيت اتفتح وأنه صعب قوي أنه يمكن إغلاقه وبيجد النشاط بتاعه بيزداد وبيتنامى طول ما إحنا ماشيين فدي نقطة مهمة لأنه يمكن بعد كده وإحنا بنتكلم على أمور ممكن تكون بتحدث في أوروبا نلاقي أنه إحنا قدام التمثال اللي شافوا دانيال في دانيال 2 وفصر الحلم دوت والبلد الأخيرة اللي تكلم عنها أو الحكم الأخير اللي تكلم عنه اللي هو الحكم بتاع الدولة الرومانية اللي هي هتعود في آخر الأيام برضو في نفس الرؤية ديت من جديد وهنا بتمثل طبعا أوروبا مركزها أنه فيه اختلاط ما بين الحديد والخزف اللي اتنين مش ممكن ينصهروا مع بعض احنا مش بتكلم على نوعين من المعادن يعملوا سبيكة احنا بنتكلم على حاجتين لا يمكن فيزيكالي أن هما يكونوا إلى أن هما يقدروا يكونوا وحدة وحدة يعني بيقول أنه واضح قوي في الدولة الرومانية اللي هتكون تأتي وبي ريفايفد وتصحى تاني في آخر الأيام في أوروبا أن الامبراطورية ديتها يبقى من ضمن علامتها أنها مكونة من حاجتين ما لهمش علاقة ببعض ومش ممكن أن هما يتنسقوا ومش ممكن يتلحموا ولكن هما الاتنين موجودين صورتهم واضحة نقدر نشوف الخزف ونقدر نشوف الحديد النهاردة اللي بنشوفه بيحصل هو تأكيد للشكل والوضع اللي منه هيخرج ضد المسيح اللي منه بتعود هذه الامبراطورية إلى الحياة أنه هذا الشكل هيكون واضح جدا وجلي ومش ممكن الحديد هيقدر أنه هو يطغي على وجود الخزف الاتنين مش هيقدروا يلغوا بعض لكن في نفس الوقت الاتنين مش ممكن كمان يلتحموا ويزوبوا في بعض عشان خطر يكونوا كيان واحد خلينا نحط دوت بس في الباكجراون بتاعنا علشان خطر نبقى عارفين قد إيه ونشوف أنه إزاي أنه اللي بيحصل في آخر الأيام شيء عجيب جدا لما نبص الكلمة ربنا وللكتاب المؤدس ويء الوصف المزهل اللي الروح القدس بيديه لدانيال عشان خطر ينقلوا لينا عبر العصور إزاي أنه يورينا هذه الصورة بالشكل دوت لو بصينا على دوت مع الإمبراطورية الرومانية القديمة نلاقي أنه تحقيق الأمر دوت ما كانش ممكن يكون في هذا الوقت ليه؟ لأنه مهما كانت الإمبراطورية الرومانية ووجودها وهيمنتها على العالم في ذلك الوقت حتى سقطها كان دايما هناك نوع من التلاقي والتلامس حتى لو كان قبائل مختلفة والتجاهات مختلفة ولكن قدرتها على التلاحم كانت عجيبة جدا ومتوافقة ومنها خرج سواء الإمبراطورية الشرقية أو الغربية بتحها في هذا الوقت ولكن نقدر نقول أنه القدرة على التلاحم والالتقاء يعني كانت مزهلة إلى حد كبير ولكن في آخر الأيام زي ما بيقولنا الكتاب الصورة هتتغير تماما وهذا الكيان هيكون الرجلين بتاعته من الخزف ومن الحديد طيب ده يمكن ينقلنا إلى الموضوع التاني اللي هو ما يحدث فيه الانتخابات الأمريكية وأصدي من الكلام عليه مش مجرد أنه الانتخابات ديت على بعد خمسة أيام من النهاردة ولكن لأنه أعداد ضخمة جدا من الناس قريدي عملت الانتخاب دوت يعني بيقدر العدد النهاردة وهتلاقوا الأعداد دي مثلا كل يوم بتزيد كذا مليون أنه يتعدى وفوق الـ 72 مليون اللي قريدي انتخبوا سواء أنه هم بعتوا الفوت بتاحهم عن طريق البريد أو أنه هم بيعملوا حاجة اسمها الـ Early Voting أو أن الناس تقدر تروح بسبب الكورونا وبسبب التباعد الاجتماع ومشان خطر ما حصلش زدحمات كتيرة أنه يبقى فيه فوت مبكر أنه الاقتراع يتم مبكرا في عدد ضخم جدا وكبير جدا من الولايات والولايات ديت كمان هي من الولايات المؤثرة جدا في النتيجة بتاعة الانتخابات يعني برضو مراجعة سريعة أنه عارفين أنه فيه ولايات كده أو كده هتنتخب ترامب ودي ولايات موجودة في الجنوب بتاع أمريكا وفيه يعني أجزاء مختلفة معروفة وفيه كمان اللي هينتخبوا بايدن زي كاليفورنيا وزي النيورك وغيره لكن فيه ست أو سبع تمن ولايات والنهاردة بيكلموا على ولاية ممكن تتقلب من أنها تبقى أحمر لأزرق أشك في هذا جدا ولكن استطلعات رأي كتيرة أعتقد أنه كتير منها موجه وكتير منها ما هواش بيعبر عن الحقيقة أو أنه كتير من الناس اللي بيأيدوا ترامب بيقولوا حاجة تانية خوفا من أنه يعني يتم رصدهم وبالتالي بعد كده أنه هم ممكن يتئزم لو ترامب هو اللي كسب وقامت أي يعني ملحمات شعبية ما بين الناس وبعض أو لو كسب وفي رغبة غير عادية عند كثيرين من اللي موجودين في أقصى اليسار المتطرفين اللي هم زي أنتيفة وزي يعني بعض المنظمات ديت أنه هم يعني ينتقموا من الناس دولت فبالتالي فيه احتمالية كبيرة جدا أنه اللي بيتقال ما يكونش فعليا حقيقي حتى من ردود الأفعال بتاعت الناس فإيه اللي هيحصل لسه ما نعرفش وما فيش أي حاجة بتؤكد لكن واضح جدا أنه في حراك بيحصل في الاتجاه بتاع دونالد ترامب من ناحية أنه عدد كبيرة جدا من الناس بتروح علشان خاطر تحضر الحملات الانتخابية بتاعته أعداد ضخمة جدا 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 لكن نفس الشيء ما بيحصلش مع بايدن فبيقولوا أن المومنتم أو الحراك متجه ناحية ترامب وأنه هو ممكن فعليا يعمل مفاجأة تانية زي اللي حصلت في 2016 لما كلنا دخلنا مترقبين أنه هيلاري كلينتن هتكسب وبلاند سلايد بمعنى أن هي هتكتسح ترامب في عدد الولايات وعدد الأصوات بتاعت المجمع الانتخابي لكن اللي أنا عايز يمكن ألمسه النهاردة هو حاجات معينة في الانتخابات الأمريكية جزء منها يمكن يتعلق بما يحدث في الشرق الأوسط الأسبوع اللي فات وأنا في البرنامج يوم الخميس قلت لحضراتكم أنه البلد اللي جاية علشان خاطر تعمل تطبيع مع إسرائيل في الأغلب هتكون السودان ويعني ما كملتش 24 ساعة وتاني يوم تم الإعلان عن هذا الأمر في البيت الأبيض ورئيس ترامب كان على التليفون مع رئيس وزراء السودان حمدوك ومع الفريق البرهان وكمان مع بنيمين ناتنياهو وبيعلن هذا الخبر أنه زي ما تم تطبيع ما بين الإمارات والبحرين أنه السودان النهاردة هي هذه الدولة التالتة وقال كمان أن في على الأقل خمس دول تانية من الدول العربية هتكون بتعلن دوت في احتمالية كبيرة يكون قبل نهاية العام وإدى بعض التلميح عن السعودية إدى بعض التلميح أن السعودية بوزنها في العالم العربي على كل مستوى من المستويات سواء الاقتصادي أو الإنتاج بتاع البترول أو كل ما تمثلوا أنها وجهة دينية وغيره وغيره أنها ممكن تكون واحدة من الخمس دول دولة طبعا إحنا عارفين أنه في اتجاه عام عند المغرب وعمان أنهم يكونوا من البلاد دي لكن هو ذكرنا ممكن كمان يكونوا خمسة المهم اللي قصد يقوله أنه هناك اتجاه علشان خاطر إيران تبقى هي العدو الأساسي للعرب وبالتالي عايزين نغتنم الفرصة ونعمل نوع من التطبيع مع إسرائيل نحن مش نقدر أن نحن نتعامل مع هذه الجبهة فعليا عسكريا وخلي كل جهدنا موجودة ضد إيران طيب إحنا فاكرين اللي حصل في آخر سنتين أنه أوباما وإحنا عارفين في الوقت دوت أنه مهندس السياسة الخارجية كان وزير الخارجية الأمريكي وكان جو بايدن يعتبر أنه لي باع في السياسة الخارجية الأمريكية وكان رئيس لي لجنة بتاعة الشؤون الخارجية بتاعة الأمريكية في الكونجرس لمدة طويلة فبالتالي يعني لي متوقع أنه لي دخل كبير في الموضوع دوت قدوا لإيران 150 بليون وفي نفس الوقت عملوا معاهدة نووية وأنه المعاهدة دي كانت معاهدة يعني ضعيفة جدا ومش بتضمن أن إيران مش هتكون عندها سلاح نووي بل بالعكس لأنه يعني هما معرفش يصدقوا هل هما من هذا يعني مش عارف سميها إيه يعني نييف للدرجة دية أنه ممكن يدحك عليهم أن إيران فعلا هتتخلى عن الموضوع دوت لأنه تحطيم إسرائيل وإزالتها من الوجود هو هدف للخلافة الإسلامية اللي هما بيدعوا أن هما مؤهلين لها أكتر من السنيين علشان خاطر ما حدث ما بين الخلافاء الرشيدين علي هو الأحق بالخلافة وغيره المهم كل الأمور دي اللي فصلت الشيعة عن السنة يعني إزاي هما صدقوا أن ده هيحصل ولكن لو رجع تاني جو بايدن هو وعد أنه هيرجع تاني إلى نفس اللي كان ما بين إيران وبين أمريكا فبالتالي النهاردة في تخوف كبير جدا في البلاد العربية ومفروض يبقى عندنا كمصريين لأنه إحنا شفنا إزاي المواقف الباردة جدا والمتجاهلة لدور مصر فيه خلال الحكم بتاع أوباما وبايدن في الوقت دوت وبالذات بعد انتهاء حكم الإخوان فعمل ترامب موقف كان في الحقيقة يمكن للبعض موقف غريب شوية أنه اتكلم بإسم مصر في إسرائيل يعني ناتنياهو والبرهان والرئيس الوزراء السوداني اتكلم على أنه مصر ممكن يعني الموضوع يعني يفيد بيهم ويروحوا يفجروا سد النهضة والبلويت أب يعني هيفجروا هينسفوه خلينا نشوف فيديو بيكلمنا عن الموضوع ده شوية لأنه ده كمان ممكن يكون بيدلنا لمحات عن أنه لو ترامب استمر ولو بايدن هو اللي جه يا ترى ايه اللي ممكن يكون بيتغير في السياسات اللي هو رقم ثلاثة في الفيديوهات الموجودة لا أنا اسف رقم اربعة في الفيديوهات الموجودة عند حضرتكم حرك الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمودة في ملف سد النهضة وانتقد ترامب اثيوبيا على تراجعها عن توقيع الاتفاق الثلاثي الذي رعته الولايات المتحدة وأشار الرئيس الامريكي إلى أن مصر قد تعمد إلى تفجير السد لحماية حقوقها أبرمنا صفقة بشأن سد النهضة ثم قامت اثيوبيا بخرقها ولا يمكنها فعل ذلك إنه وضع شديد الخطورة لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة وسينتهي بهم الامر بتفجير السد أقولها بصوت عالي وواضح سيفجرون السد وعلينا أن نفعل شيئا ما لذا كل ما يمكنك فعله لحمل اثيوبيا على العودة إلى الاتفاق سيكون جيدا اثيوبيا ردت على انتقادات ترامب وأكد رئيس وزرائها أبي أحمد المضي قدما في أعمال السد وقال أبي أحمد إنه لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع الاثيوبيين من تحقيق أهدافهم التي خططوا لها قادت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الحالي وساطة بين إثيوبيا ومصر والسودان وكادت الجهود الأمريكية أن تثمره لو لا تراجع ديس بابا في اللحظات الأخيرة وبعدها تفاقمت الأوضاع ومضت إثيوبيا بملء السد من دون اتفاق مما سبب أضرارا لدول المصب وسط مخاوف مصرية تحديدا من خفض حصتها في مياه النيل وردا على هذا السلوك علقت واشنطن في أوائل سبتمبر الماضي جزءا من مساعداتها المالية لإثيوبيا ويؤكد الرئيس الأمريكي أن لا عودة عن هذا القرار إلا بعودة أديس بابا إلى طاولة الحوار لإبرام اتفاق يراعي مصالح كل الأطراف في المقابل أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أنه يسعى مع إثيوبيا ومصر إلى إيجاد حل ودي للأزمة قريبا يعني أنا بس عايز أدي فكرة لما يمكن أنه يكون عليه الموضوع ده طبعا هو اللي حصل دوت بيدينا فكرة عن الحنكة السياسية العجيبة بتاع ترامب في حل المشاكل الخارجية وهو زي ما هو بيقول أنه تم التطبيع ولم فيش ولا نقطة دم وقعت على أي بلد من البلاد العربية أو إسرائيل فهو لأنه راجل بتاع بيزنس وراجل ليه في النيجوشيشنز ديت وأنه ياخدوا يدي وكده فهو طبعا يعني برضو متقريف قوي من أثيوبيا لأنه زي ما يكونوا إيه حطوه كده في موقف أحرجوه أنه بعد ما وصلوا لاتفاق وعلى وشك انسحب الوفد الأثيوبي وراح وما راحش حتى مضى وبالضبط زي ما يكون إيه إدى ألم لأمريكا فهو لسه فكر لهم الموضوع دوت لأنه هو يعني كبيزنس مان دي بالنسبة له كانت مش بس أنه فيه ديل راح ولكن أنه بعد ما تم الإعلان عنه والوصول للنقطة النهائية لأ إحنا مش هنمضي فبالتالي إيه يعني كانت إهانة شديدة جدا ليه فهو يعني بحنكة اتكلم وقال إنه طب إحنا طب المصريين يعملوا إيه طبعا يعني ما تقوليش أن ترامب هو بينام ويقوم بيحلم بالمصريين وبالعناق اللي ممكن يشوفوه لو حصل حاجة للنيل وغيره لكن هو النهاردة بيبين أنه في الحنكة السياسية دي أنا ممكن بكلمة على الهوى أقدر أن أنا أغير موازين كتيرة ورغم اللي قاله أبي أحمد ولكن الحقيقة المفاوضات التاني عن سد النهضة بدأت النهاردة ما بين الوفود التلاتة هتؤدي لإيه أو مش هتؤدي لإيه مش دي القضية لكن اللي عايز أقوله هنا أنه هناك صديق لمصر في البيت الأبيض سواء يعني بغض النظر عن الأهداف أو التوقعات طبعاً اللي قاله ربنا في أشعية 19 هيتم مش دي القضية لكن بتكلم النهاردة أنه هناك ويندو أو هناك زي شباك مساحة من الوقت ممكن تكون موجودة في خلال الوقت القادم اللي يكون فيها المصر صديق في البيت الأبيض طبعاً ده لن يتوفر على الإطلاق في جو بايدن اللي أصلاً وهو حتى مرشح كان بيهدد السيسي وبيهدد مصر وإحنا متذكرين إزاي أن هو وأوباما منعوا أن الطائرات الأباتشي تقدر تروح للجيش المصري علشان خطر يقدر يحارب الإرهاب لأنه دي الوسيلة المسلة في المناطق بتاعة الجبال بتاعة سيناء اللي مختبئ فيها الإرهابيين فيعني إحنا متذكرين تماماً إيه اللي حصل في هذا الوقت وحصل في خلال الخمسة أيام اللي فاتوا حراك كبير شفنا الفريق البرهان بيجي يزور مصر ومع الوزير الخارجية ومعاه كمان مدير المخابرات السودانية لأن السودان الحقيقة في موقف حريق جداً يعني السودان لو اتنسف السد دوت وده حصل فعلاً السودان هتغرق هتغرق ولو عملوا كده الأسيوبيين السودان يعني السودان موقفها لو بقي السد زي ما هو ما هواش زي موقف مصر لأنه لو تم فعلاً اللي هما بيفكروا فيه مصر فعلاً وهي قردي في حالة فقر مائي ممكن قوي أنه مصر كمان يعني يتصل إلى حدود شديدة جداً واتكلمنا وعالجنا الموضوع ده في مرات أخرى لكن خلي بالكم أنه النيل المنبعين بتوعه سواء كان من بحيرة تانا في أسيوبيا أو كان في بحيرة فيكتوريا والبحيرات اللي حواليها من أغاندا اللي اتنين بيلتقوا فين؟ بيلتقوا في الخرطوم في السودان فبالتالي الأزمة بتاعة المياه بتاعة السودان مش هتبقى بنفس الدرجة بالأزمة بتاعة مصر أولاً لأنها في الجنوب ويعني لو جي الوقت مين اللي يحتفظ بالمية يعني أعتقد أنه كل واحد هيفكر ويقول يلا نفسي لكن في خطورة شديدة جداً على السودان لو حصل شيء لسد النهضة لأن السودان ممكن تغرق وشفنا مع الأمطار الكتيرة اللي حصلت إيه اللي حصل للسودان فيه خلال الشهرين اللي فاتوا فيعني أنا بقول الكلام ده لأكتر من سبب نمرة واحد اللي من حضراتكم لسه ما قررش أنه عنده الفرصة أنه ينتخب وما قررش أنه ينتخب في الانتخابات الأمريكية بدي لحضراتكم بس الفرصة عشان خاطر تبقوا عارفين لو في خلال الخمسة أيام اللي جاي هتكونوا بتنتخبوا دي نمرة واحد وهنا ما تفرقش بقى مسيحي مسلم غيره من الناس اللي هم هذا الحق مفروض أنه هم يفكروا فيه إطار بنعرض أقصاد حضراتكم ولكل الحد من حضراتكم لاختيار نمرة اثنين أنه اللي بيحصل فيه أمريكا واللي هيحصل فيه الانتخابات دي هيؤثر على العالم كله أنا قلت الحكاية دي مرات عديدة في خلال الوقت اللي فات وقلت أنه اللي عنده الإمكانية أنه ينتخب ويحط صوته حضرتك وحضرتك بترتكب أكبر شيء سيء وأنا في عرفي أنا الشخصي أنه هو بيصل إلى حد الخطيئة لأنه مكتوب أنه من يقدر أن يفعل حسناً ولا يفعل فزاكة خطيئة له مهما كان أي حد عنده ظروف صحية يقدر يعمل ده بالميل يقدر يحصل على الأبسنتي بلد ويملاها ويروح تترمي في الأماكن المخصصة لكده حتى لو مش قادر حضرتك تروح تنتخب سواء بدري في الاقتراع المبكر أو حتى في يوم الثلاثة نوفمبر في كل الأحوال اللي هيحصل والرئيس القادم أمريكا مش هتكون زي قبل كده يعني كتير من الانتخابات الأمريكية كان أنه احنا عندنا اتنين بيتصرعوا الاتنين دولت ليهم فلسفة معينة ولكن في الآخر بتصب فيه كيان أمريكي ليه حدود معينة سواء من ناحية الاقتصاد من ناحية الرأس مالية من ناحية القدرة على الاختيار بالنسبة للناس في الحاجات الطبية بتاعتهم قد يحصل انتحاء ناحية اليمين أو الشمال شوية ولكن فيه إطار كبير لكن اللي هيحصل في الانتخابات دي سواء استمر ترامب أو جه جو بايدن فعليا احنا مش بنتكلم على أمريكا كما نعرفها بالذات جو بايدن هيكون بيعمل يعني نقطة ومن أول السطر احنا مش بنتكلم على التغير في انتحاءات سياسية احنا بنتكلم على شكل البلد دي أصلا هيكون ايه على الإطلاق بالذات فيما يتعلق بالحرية الدينية وأسباب كتيرة جدا في عجالة سريعة أقول لحضراتكم ايه البروبوزيشنز أو ايه المواقف اللي بايدن أحيانا يقول انا مش هعبر عنها لكن احنا بنشوفها من كل الناس اللي حواليه وبالذات بعد ما ايمي كوني بارت اللي كانت يعني قدمها ترامب علشان خاطر تكون قاضية في المحكمة العليا النهاردة انتخبت ووصلت ان هي بقت قاضية في المحكمة العليا وبقى عندنا النهاردة ستة من التسعة بيمثلوا الجانب اليميني او الجانب الاوريجنالست او الناس اللي محافظين وعندنا تلاتة ديمقراطيين بيمثلوا الجانب اليساري الشديد اللي بينتحي بطريقة او باخرى ناحية الاشتراكية وغيره القضية انه انه هو لو اخد كمان السنت او المجلس الشيوخ او الهيئة العليا ده معناه انه لو بقى معاه الهيئة الاقل السفلة او اللي حين نسميها مجلس النواب ومعاه كمان المجلس الشيوخ وهو الرئيس في الحالة دية يبقى السلطة بقت كونسوليديتت في الدين حزب واحد الحزب دوت غرضه اساسا هو القاتي نمرة واحد انه لو ده حصل معناها انه اي قوانين في هذا الاتجاه بدون اي تعليق ممكن ان هي تعدي وممكن ان هي تسري بلا اي حواجز فجزء من اللي عايزين يعملوه الديموقرات انه يزودوا عدد اعضاء القضاء بتوع المحكمة العليا بالطريقة اللي تقدر ان هي زي ما هم بيسموها ري بالانس زا كورت انه هم يقدروا يبقى عندهم اعداد اكبر ودوت ممكن يخلي يعني دوت حاجة صعبة جدا لم تتم من 150 سنة رغم تعاقب كتير من الرؤساء اللي كانوا معاهم المجلس النواب ومجلس الشيوخ عشان خطر القوانين فده لو تم معناه انه الاتجاه بتاع امريكا لو تأنى الرب في مجيئه في خلال القوانين وتنظيم الحياة المدنية بتاعت الناس هيتحول بالكامل الى اتجاه ضد المسيح بالكامل بحقيقة بالامانة اتجاه ضد اي اتجاه في اي نوع من الحرية الدينية لانه في الحالة دي ممكن مثلا يبقى عدد الموجودين مثلا 13-15 وبالتالي يعني خلاص بقى الموضوع احنا منتكلم على اجيال متعاقبة بعد كده التغييرات دي كلها عشان خطر يقدر يوصل لكده لازم يلغي حاجة اسمها الفيلاباستر والفيلاباستر دوت حاجة موجودة في مجلس الشيوخ بتعني انه ما يتمش اقرار اي قانون الا لما يكون على الاقل فيه 60 صوت مش 51 فده طبعا بيغير الوضع تماما لانه عادة مجلس الشيوخ بيبقى يعني في اقصى الحالات يبقى 55-45-57-43-59-49-51 وهكذا فعشان خطر نقدر نوصل لستين معناها انه هيكون فيه دور للأقلية فان هي تاخد القرار فده كان حاجة بتبقى زي سيفتي فالف او يعني حاجة مانعة للتفرد السلطوي لحزب واحد فالحاجات دي كلها ممكن تتشال وتروح وبالتالي امريكا فعليا لن تكون كما كانت على الاطلاق في خلال الوقت القادم لو ده تم وبقى اسمه ايه دوات احد يعني الرئيس ال46 لامريكا حاجة من الحاجات اللي حصلت في خلال الوقت اللي فات دوات وهنا هبتدي اربطها بعنوان البرنامج عن المعرفة واحتكارها واربطها كمان بحياتنا العادية واربطها بما ممكن انه توقعه في المستقبل وعلاقة دوات بيه ممكن اللي يحدث في حياة العالم كله جو بايدن ابنه اسمه هانتر بايدن الراجل دوات عليه علامات استفهام كتيرة من زمان لانه الراجل دوات يعني قررت شركة كبيرة اوي اكبر شركة للغاز والطاقة في اوكرانيا ان هي تختار ابنه ان هو يكون احد اعضاء مجلس ادارتها فكرة صغيرة عن هانتر بايدن انه يعني الماضي بتاعه ما كانش مشرف جدا من ناحية انه هو يعني دخل في الادمان بشكل جامد جدا اضطرد من العسكرية الامريكية بناء على كده وهو اصلا واخد حقوق واخد محاماة يعني ولكن الحاجات دي كلها وجدته في موقف صعب للغاية ولقنا مرة واحدة بقى عضو مجلس الادارة بتاعة شركة اسمها باريزما الشركة دي هي اكبر شركة للطاقة والغاز ومشهورة ان هي مليانة فساد وكانت بدأت تتعرض انه الشركة دي تبقى تحت المنظار بتاع المدعي العام في اوكرانيا علشان خاطر يشوفوا الفساد اللي فيها ولكن تدخل ابو هانتر بايدن اللي هو جو بايدن لما كان نائب لرئيس الجمهورية في امريكا ومنع المساعدات عن اوكرانيا كانت بليون دولار الا لو هم تخلصوا من هذا المدعي اللي كان بيماشي وراء باريزما ديت علشان خاطر يشوف الفساد اللي فيها وهانتر بايدن كان بياخد شهريا ما هي 83 الف دولار هو عمر ما كان ليه اي معرفة او دخل فيه البترول او الصناعات الطاقة هو ليس له اي علاقة باوكرانيا ولا يعرف اللغة ولا اصلا ليه اي تاريخ معاها فطبعا كان باين انه دوت بيسموها pay for play يعني لو انت عايز يبقى لك تأثير فتدفع فبالتالي الدفع دوت ما كانش بيتم الجو بايدن لكن كان بيتم الابنه وكان جو بايدن في الوقت دوت هو احد المهندسين الكبار عن السياسة الامريكية والمتخصص في اوكرانيا المهم انه بسبب انه فيه لابتوب بتاع هانتر بايدن باز واللابتوب دوت راح لمحل في ديلاوير اللي هي الولاية الساكن فيها وبيمثلها كان في الكونغرس جو بايدن المهم اتنسل الكمبيوتر دوت وبعد شوية بقى من حق الشخص لو فيه تلات شهور وما جاشر الشخص ياخده انه يبقى بتاعه الراجل فتحه وشاف اللي فيه عرف انه فيه مصايب كتيرة قوي بدأ يديها لبرنامج جورنال اسمه النيو بورت بوست وده اكبر رابع اكبر جورنال بيتوزع في امريكا كلها يعني حاجة محترمة جدا ومؤسس من اكتر من 200 سنة عن طريق واحد من الناس اللي ليهم باع كبير او في السياسة الامريكية والدستور وكده اسمه اليكزندر هاملتون المهم تخيلوا بقى ان احنا فيه اخر اسبوعين من انه امريكا على هتختار حد الحد ده ثبت من كل الايميلات الموجودة اللي لم ينكرها جو بايدن ولم ينكرها هانتر بايدن وامضطوا على السليب اللي من خلالها يعني ادى الكمبيوتر يعني حاجات كتيرة جدا بتقول انه طيب لو ده مش بتاعك والكلام اللي موجود جوه ده مش بتاعك انت لازم تطلع وتبقى بمنتهى العنف بتعمل ايه نوع من الشجب ولا ده مش بتاعي وانا غيره وغيره وتخش بقى في قضايا وغيره ده ما حصلش على الاطلاق كل اللي كان بيردده جو بايدن انه دي دعاية روسية وان روسيا عايزة تساعد ترامب انه هو ييجي لبيت الابيض طيب الكنتنت الكلام الحاجات اللي اتقالت لغاية لما من يومين او تلاتة ايام جه واحد من الشركة اللي كانوا داخلين مع ترامب لانه لما سمع انه هما بيكلمون دي مجرد دعاية روسية وهو اصلا خدم البلد وكان ظابط في البحرية الامريكية واهله كلهم من الناس العسكريين فحس ان دوت هيبقى فيه اهانة كبيرة جدا لي اسم العيلة بتاعته وهتتهم بالخيانة وان هي عميلة لروسيا والكلام ده كله فنبه ناس من بتوع ترامب وبتوع بايدن وقال لهم لو انتم ما يعني شلتم الفكرة دي اللي حططوها عند الناس واللي كان واحد اسمه ادم شيف من رئيس اللجنة اللي في الكونجرس بتاعت المخابرات ان هو يوقف الكلام دوت انا هطلع واقول الحقيقة كلها فهم لم يستجيبوا طلع بعديها بيوم وقال الحقيقية دي على فوكس نيوز وبدأ يتكلم بصورة واضحة وفيري كريدابل عن الموضوع دوت تخيلوا معايا انه ممكن الرئيس بتاع البلد اللي هي اكبر بلد في العالم اللي بتتعامل مع كل البلاد الخارجية انه يكون جو بايدن والعيلة بتاعته كلها بملايين الدولارات شركة مع الصين وشركة مع ناس اعضاء في الحزب الشيوع الصيني طيب بعد كده هو الصين هتبقى لها يعني كلمة على بايدن هيبقى حطينه تحت درسه هيبقى هو يعني بيدين لهم بالصروة الهائلة اللي جات له ولقوا انه الموضوع مش موضوع بس كده لأ ده في كازاكستان وعمان ولوكسنبورج ورومانيا وبلاد كتيرة جدا 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 كان هونتر بايدن ده مشبح فيها يعني حاطت اصابع عنكبوتية موجودة في كل حتة من البلاد دي طيب ازاي امريكا رئيسها هيبقى ليه هذه المصالح والمصالح بتاعة عيلته ده هم اشتروا خلاص امريكا حطوها يعني بالذات الصين حطت امريكا في جبها الصغير الشيء العجيب بقى واللي اعجب من كل دوت ويمكن قدني النهاردة علشان خاطر دوت يكون حاجة من الحاجات الاساسية جدا اللي احنا نفهمها عن موضوع عدم المعرفة واحتكارها وازين هما الاتنين وجهين لعملة واحدة انه مفروض انه وكالات الانباء مفروض انه التلفزيون الميديا بكل صورها تلاقي مادة غزيرة جدا ده يقدروا يعني يبقى عندهم احنا بنتكلم بقى على ايام واسابيع وشهور عندهم مادة دسمة غنية تحتاج الى فحص ونبعث ناس وندور ونغيره ونغيره كل الميديا سكت تماما لجبت سيرة النيو بورت بوست ودي جريدة محترمة جدا زي يقول رابع اكبر توزيع ولا يعني لسي ان ان ولا الان بي سي ولا السي ان بي سي ولا السي بي سي ولا الاي بي سي ولا اي حد ولا الاسوسييتد بريس ولا مفيش حد كلهم هاجروا الموضوع ده وكل اللي كانوا بيقولوا عنه ازاي ان فيه محاولة علشان خاطر نحن ان الجمهوريين ينالوا من جو بايدن ويشوهوا اسمه اسم علته علشان خاطر يقدروا يحصلوا على اصوات وان دي مجرد دعاية روسية لصالح ترامب تتخيلوا في بلد زي كده في بلد معرضة ان هي فعلا تبقى يعني اشو ان زي ما بيقولوا او يعني الصين تقدر تبلعها ان ده يحصل بعد ما كانت امريكا وقفة ضد الصين وضد اللي بيحصل طيب دي وسائل الاعلام التقليدية طيب ماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي اللي زي تويتر واللي زي الفيسبوك وقلي وقلي تقولي طيب ودولة مصلحتهم ايه لا ده مصلحتهم كبيرة جدا كل ما بيحصل انجيجمنت يعني كل ما بيحصل ان اعداد اكبر من الناس تكون موجودة على وسائل التواصل دي بالبلايين حوالين العالم والتفاعل اللي بيحصل ده كله حضرتك وانت ممكن تشوف الفيسبوك بتاعك او التويتر او الانستجرام او الحاجات دي كلها تلاقي كل شوية ايه اعلانات بتطلع تلاقي كل شوية حاجات سبونسرد وتلاقي 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 اه هو ده مصدر الدخل كل ما ده يزيد كل ما مصدر الدخل ليه الفيسبوك والتويتر والكل وسائل منصات التواصل بيزيد 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 احنا هنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات عمالة تتراكم في نفس الوقت اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان الرقعة بتزداد والناس اللي النهاردة بقت موجودة قدر تويتر وقدر فيسبوك وقدر كل المنصات دي انها تعمله البروفايلينج المخصوص تقدر تعمله ترسم له صورة ترسم له صورة خلينا نشوف مش عارف هيكون فيه وقت للفيديو ولا بس همني خلاص هنحط الفيديوهات على جنب انا شرحت لحضراتكم الفكرة لكن خليني اخش على موضوع الاهم والاكبر الشديد الحساسية وهو ايه وهو انه النهاردة مفروض ان دي تبقى مادة غنية جدا لمنصات التواصل الاجتماعي هتبقى مصدر غير عادي للدخل هتبقى مصدر غير عادي لانه تتمكن وسائل التواصل دي تتمنى ان هي تعمل اللي هي اكتر حاجة بتعملها سكته تماما بل بالعكس تويتر وقف الحساب او عمل نوع من الفريزنج او تجميد للحساب بتاع النيو بورت بوست منع الريتويت يعني اي حد بيعيد تغريد اي حاجة عن الموضوع ده وقفوا لو اي حد في امريكا اي حد في العالم لدرجة انه في حسابات كتيرة جدا للناس يعني مثلا البريس سكرتيري بتاع البيت الابيض او وزيرة الاعلام في البيت الابيض او وقفوا لها الحساب بتاعها انها ما تقدرش انها تعمل فيه حاجة وهكذا فتخيلوا الجبروت اللي وصلت اليه منصات التواصل الاجتماعي فقفلت الحنفية فالناس تفتح التلفزيون احنا عارفين انه اغلب الناس فينا لما بيستقوا الاخبار بتاعتهم او المعرفة بتاعتهم عن اللي بيحصل في الدنيا وبيحصل في العالم غالبا بيعملوا ايه بيروحوا للقنوات المفضلة ليهم وكل واحد ليه قناة مفضلة وكون ان القنوات دي موجودة ومستمرة يبقى معناها ان في ملايين من الناس في المجتمع الامريكي وهيرو بيسمعوا لها وبيشوفوها وهي قنوات مفضلة ليهم وبالتالي الريتنج بتاعها بيعلى وبالتالي الاعداد بتزداد وبناء على كده بتبقى الربحية بتاعت الاعلانات اللي بتخلي الحاجات دي تستمر وهكذا فمعنى كده ان في قطاع كبير جدا جدا من الشعب الامريكي فعليا ما شفش ومعرفش ولو سمع سمع يعني حاجات ايه سريعة كده ذكرها مثلا ترامب في المناظرة الاخيرة بتاعته اللي برضو اشرت اليها الاسبوع اللي فات المهم لكن الاغلبية العظمة من الناس طيب الناس اللي قريدي صوتت وقدت صوتها بدون ان تعلم عن هذا والغاية دلوقتي الحنفية مقفولة حنفية المعرفة مقفولة على الناس اللي شاطر اللي تفرج مثلا على حاجة زي فاكس نيوز او فيه قناة تانية صغيرة مش مشهورة اوي اسمها وان امريكا نيوز دولة الوحيدين اللي تكلموا عن الموضوع ده لكن الشبكات العملاقة ما تكلمتش وما جابتش سيرة وقدرة الناس ان هي تعرف اللي بيحصل مش موجودة ليه لانه كل شبكات التواصل الاجتماعي سواء جوجل او تويتر او فيسبوك منعوا التداول بتاع الحاجات دي بحجة انه نحن لا نعرف المصدر اللي جات فيه وبالتالي مش عايزين نأثر على الانتخاب بان احنا نحط حاجات ممكن تكون يعني مش عارفين مصدرها ايه او جاية عن طريق الهاكينج مع انه كل الحاجات مؤكدة مفيش حاجة انانمس يعني مفيش مثلا حد السورس بتاعه مجهول الهوية او انه الحاجات دي كلها حاجات دي كلها قادرين الناس دي تعمل لها تريسينج فالانناس دي تحركت علشان خطر تعمل اي بحث او اي تقرير او انها تدور وراء الحاجات دي واحنا عارفين الميديا ما بيحلهاش غير الفضايح ليه لانه ده يعني هيزود الريتنج والناس هتتفرج اكتر وغيره وغيره ولا منصات التواصل الاجتماعي رغم انها تخسر كتير لو ما عملتش كده لو كان تركزها بس على تداول الحقيقة ففي الحقيقة لقينا انه اكبر بلد في العالم او ايقونة الحرية في العالم النهاردة اصبح ملايين الملايين من الناس ما يقدروش يعرفوا ليه لانه الحنفية بتاعة المعرفة اتقفلت او اللي بيتفتح على قد انه المنصات دي عايزة ان هي تفتحه الحقيقة انه التوجه العام ليها كله هو توجه ضد المسيح وضد ترامب يعني فيما يتعلق بالحاجات دي كلها ومع كل الاتجاهات اليسارية الشمولية يعني اهم حاجة انه تويتر والفيسبوك وجوجل ما يزعلوش الصين ليه لانه احنا بنتكلم على خمس سكان العالم ممكن النهاردة يبقوا عملاء للمنصات دي فاحنا مش عايزين نخسر دول واحنا عارفين انه لان البلاد دي بلاد شمولية يقدروا انه هما يوقفوا بسهولة الحنفيات دي اللي موجودة في بلادهم فبالتالي احنا مش عايزين نخسر كده فبقى استجلاء الحقيقة مش مهم قد ان احنا ما نخشش فيه صراع ما نعرفش نهايته ايه لانه لو بايدن خسر واحنا كنا سبنا الباب على مصراعيه وبعد كده اتهمنا ان احنا السبب ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل لنا فبقى استجلاء الحقيقة ليس هو ده مش الانكر ده مش الاساس ده مش الحاجة المحورية اللي احنا بندور عليها لكن احنا بندور على حاجات تانية بجانب انه كلهم بيكرهوا سياسات ترامب لان ترامب النهاردة بيجيب سلام للشرق الاوسط هما مضد كده ترامب بيعمل حاجات ممكن تكون فيما بعد بتقلل الاحتكار بتاعهم هو عايز يكسر جوجل مثلا عايز يعمل نوع من التفتيت ليه وان هو اصبح مونستر واصبح احتكاري بشكل غير عادي لو النهاردة حضرتك لانه اداة البحث الاساسية لأكتر من 95% من الناس اللي موجودين على الانترنت في العالم كله اداة البحث فبالتالي هو لو قرر ان هو يحجب شيء لو قرر ما هو ادوات البحث دي حضرتك بتحط كي ويردز معينة لو هو قرر ان هو يعمل كده خلص اللي انت عايزه مش هتلاقيه فبقى فيه احتكار للمعرفة الاحتكار دوات بيخلي حضرتك او حضرتك تتعرضه للحاجات اللي دولة عايزين حضرتك وحضرتك تتعرضوا ليها فقط طيب النتيجة ايه النتيجة ان عمر حضرتك وحضرتك ما هتتقولب وتاخد القرار الا اللي هم عايزينه بصوا حضرتكم عن طريق الاي اي اي او الارتفيش الانتليجنس او الزكاء الاصطناعي كل اللي بيحصل على منصات التواصل الاجتماعي بتتحكم فيه الزكاء الاصطناعي بمعنى انه لكل واحد موجود فيه بروفايل فيه بروفيل فيه صورة معينة الزكاء الاصطناعي قدر يكون عن حضرتك او حضرتك حتى لو كنت دخلت مرة واحدة او مرتين او تلاتة على الانترنت ليه؟ لانه فيه زي برامترز كتير قوي بتديلك وبتدي لحضرتك صورة معينة انت بتحب ايه؟ انت ايه السيتات اللي انت بتشوفها؟ انت لما تحب بتشتري بتشتري ايه؟ انت لما بيعرض عليك زي اقتراحات بتطلع لك لايه مرة واحدة على التليفون طلع لك حاجة او انت بتدور طلع لك حاجة او غيره او غيره بتستجيب ليها ازاي؟ طيب ايه الحتة اللي انت بتروح تتفرج فيها مثلا على السياسة؟ نتكلم على كده ليه؟ لانه كل واحد موجود على الانترنت ليه بروفايل البروفايل ده ليه ابعاد كتيرة سواء ابعاد لها علاقة بالشرة والبيع لها علاقة بالتوجهات الفكرية السقافة اللي انت بتدور عليها هل انت بتدور على حاجات تقول انت الدين بتاعك شكله ايه؟ هل بتدور على حاجات ترد على حاجات تانية؟ فانت ليك فكر ممكن يكون فيه احتجاج شوية او انت مش بتاخده الامور كل واحد بيتكون له كمان بقى على النهج السياسي حضرتك او حضرتك النشاط بتاعك شكله ايه؟ انت ايه الحاجات اللي بتقف قصدها اكتر من ثلاث ثواني مثلا دي بتتحسب على ان هي نقطة ايه هي الحاجات؟ عشان كده تلاقوا انه حضرتك ممكن مثلا تكون بتتتبع خمسين الف موقع لكن هتلاقي انه فيه دايما الغالبية من اللي بيجيلك من مواقع معينة ليه؟ لانه بقى دي المواقع اللي بتقف قصدها اكتر فبالتالي فيه اهتمام اكتر فبالتالي فيه متابعة اكتر وانت لما بتعمل كده هتكون ضمن مجموعة من الناس اللي المواقع دي اللي بيزوروها برضو ليهم توجهات معينة وفيه جروبس معينة بتتكون حواليها وهكذا فبالتالي لو انا شاب صغير لو انا واحد تين ايجر بتعامل اكتر مثلا مع الانستجرام او حد بيتعامل مع الفيسبوك او مع تويتر او مع كل حاجة من الحاجات دي لا ده انا بقى كمية يعني انا عايز اقول لحضراتكم انه الزكاء الاصطناعي يعرف عن حضرتك وحضرتك اكتر بكتير من اللي حضرتك تعرفوا عن نفسك صدقوني صدقوني وبناء على كده بناء على كده القالب بتاعك بيتحط في نفس الوقت اللي في ايده بقى انه هو يقدر انه هو يغزي ده لصالحه ويوجهه بطريقة هو اصلا عايز يوجه ليها مش واحد واثنين لكن احنا هنا بنتكلم على ملايين من الناس يقدر انه يعمل كده يقدر يحجو بالمعرفة او يقدر يدي معرفة تركزها بطريقة معينة على كذا الراجل واحد من الكميونيكيشن دايريكتورز الموجودين في جوجل مثلا كان فيه ليك الاسبوع اللي فات هو بيتكلم من غير ما ياخد باله ما يعرفش ان حد بيصورله بيتكلم على عدد المرات اللي احنا ممكن نطلع فيها قدام حد في سن معينة حاجات بحيث في الآخر نخليه انه يقدر ينتخب اللي احنا عايزين وينتخبه تصوروا النهاردة انه البحث عن الحق او الحقيقة اصبح النهاردة في الدين ناس لا حضرتك صوتت ليهم ولا انتخبتهم ولا في يوم من الايام تصورت انه هم اللي بيتحكموا في البيت بتاعك في اولادك في حضرتك من غير ما تاخد بالك من غير ما تحس في حضرتك دي نفس الطريقة اللي بيستخدمها ايبيس مين النهاردة الخامسة الكبار في عالم التكنولوجيا اللي بيتحكموا في كيف يفكر العالم مايكروسوفت ابل جوجل وفيسبوك وتويتر يعني الفيسبوك وتويتر وأمازون لو حطينا فيسبوك وتويتر مع بعض او يعني لامبت توجيزر في منصات التواصل مين اللي بيجمع كل المعلومات عن حضرتك وحضرتك لان النهاردة بقاش فيه كمبيوترات في العالم تكفي انه المعلومات الموجودة تقدر تتحط في حاجات حديد ده لازم بيقى في الكلاود الكلاود ده طبعا في الاخر بيبقى سيرفرز ضخمة جدا 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 لكن يستحيل على شركات انها تقدر تكفي كده فبقت تستودع كل حاجة فين زي مثلا وزارة الدفاع الأمريكية قدت الكونتركت بتاعها الى الى امازون الى مايكروسوفت مش امازون والاثنين بيتخانقوا على بعض ليه لانه متكلم على العالم كله ايه رأيكم انه الناس اللي بيتحكموا في كل دولة الناس دولة بوضوح شديد جدا بيقولوا احنا ما بنحبش ربنا المسيح موضة قديمة ايه رأيكم في القدرة الغير عادية مش بس ان هما يحتفظوا بمعلومات عن حضرتك وحضرتك لا دول عندهم النهاردة القدرة بالذات مع كل الشباب الصغير ان هما يقدروا يتحكموا ازاي بيلبسوا الناس النظارة اللي من خلالهم يشوفوا العالم الوان مختلفة ممكن الصغير يبقى كبير والكبير يبقى صغير تسعيرت كل حاجة في الحياة ممكن تعلى وتوطى بناء على كده ودوة الحاجة الاساسية اللي هتخلي هؤلاء الناس اللي بيملكوا النهاردة المعرفة وبالتالي بيملكوا القوة والسطوة والسلطان انه هما هيدوا كل دوة لضد المسيح ليه؟ لانه اتجاههم الاساسي هو اتجاه اشتراكي هو اتجاه شمولي هو اتجاه الزين بيقول لحضراتكم القدرة على التحكم من خلال دوة وفي نفس الوقت تبادل الحاجات دي مع بعض بيعمل ايه؟ بيحط كل واحد وكل واحدة موجودين في العالم لكن اقدر ابشر حضرتكم ان المنتظر المسيح فعلا مش منتظر ضد المسيح فعلا هيكون مع الكنيسة المنتصرة اللي تتقابل مع عارسها على السحاب قبل ما ينزل على العالم الويل اللي يمكن وصفوا اوتسابونا لما قال انه طالعين فوق القدسين وابليس نازل تحت لانه سقط الى الارض وبيه غضب عظيم عالما ان له الزمانا قليلا زي ما بيقول لنا رؤية اتناشر لما ابونا ارمية بولوس قال الكلمات دي هتذكر النهاردة انه اللي هيكون موجود وهينزل لتحت عشان خاطر يشوف كل دوة حضرتك النهاردة مدعو انك انت تقبل المسيح تتعرف عليه شخصيا مش مجرد معرفة مش مجرد تعرف عنه حاجات وحاجات حتى لو كانت صحيحة لكن تتعرف عليه هو شخصيا اشكركم وتقابل معاكم في حلقة جديدة من عشر اربعين ربنا يبارككم تصبحوا على خير صلوا واللي منكم يقدر ينتخب ويقدم صوتوا من فضلكم اعملوا كده ربنا يبارككم وتقابل معاكم انت انا الرب في مجيد